اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور نبيل العربية من عام جماعة الدول العربية وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزري في دورته غير العادية في مقر الجماعة العربية بالقاهرة وخلال الاجتماع أشهد معالي وزير الخارجية بالجهود الكبيرة التي يبدلها معالي الدكتور نبيل العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ودعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومواجهة مختلف التهديدات والتحديات التي تتطلب تكاتفا عربيا قويا لضمان التغلب عليها بما يحقق المصالح العربية ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويوفر الأجواء اللازمة لتحقيق تطلعات شعوبها في التقدم والازدهار من جانبه أعرب معاليدكتور نبيل العربي عن تقديره لما تقوم به مملكة البحرين من دور مهم وبناء لأجل أمن واستقرار المنطقة وحرصها على تطوير العمل العربي المشترك في كافة المجالات متمنيا للمملكة دوام التقدم والرخاء وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا العربية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعي مجلس جامعة الدول العربية